ننتقل الآن لإعراب فعل الأمر فعل الأمر يا جماعة لازم نعرف أنه كتعريف هو طلب حصول الشيء على وجه الأمر أو بصيغة الأمر اللي بنسميها إحنا صيغة الأمر زي ما أحكي لك ادرس احفظ نم قل امشي إلى آخر هاي عبارة عن أفعال أمر الآن فعل الأمر بذكرنا بطريقة أبو أخرى بإيش؟ بذكرنا بإعراب الفعل الماضي ليه؟ لأن الفعل الماضي وفعل الأمر أفعال مبنية نحفظها فعل الماضي وفعل الأمر شو ما لهم؟ أفعال مبنية طيب مبنية على إيش؟ العلامة البناء الأساسية لفعل الأمر هي السكون متى يبنى فعل الأمر على السكون؟ يبنى فعل الأمر على السكون في حالتين واحد اثنين إذا كان الفعل صحيح الآخر مباشرة بدي يكون فعل أمر مبني على السكون زي ما نحكي ادرس اكتب احفظ مباشرة بنعرفه فعل أمر فعل أمر مبني على السكون ليه مبني على السكون لأنه صحيح الآخر أما الحال الثاني اللي يبنى فيها فعل الأمر على السكون إذا اتصلت فيه نون النسوة زي كلمة ادرسنا احفظنا لاحظ الفعل على ايش بني على السكون طيب شو بنعرفه نفس الطريقة فعل أمر مبني على السكون فإذا كان فعل الأمر صحيح الآخر أو اتصلت فيه نون النسوة يبنى على ماذا يبنى على السكون الحال الثاني يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلمتها أكيد صارت واضحة بالنسبة إلنا إذا كان الفعل الأمر آسف معتل الآخر زي كلمة إسعة ادعو اقضي إذا شفنا على أفعال الأمر فتحة معناته بدنا نعرف أن هنا في عندنا حرف محذوف اللي هو الألف وإذا كان في عندي ضمة بدي يكون عندي الحرف المحذوف اللي هو الواو إذا كان في عندي كسرة بدي يكون الحرف المحذوف اللي هو اليا اقضي ادعو وسعى حذفت لأنها أفعال أمر معتلة الآخر بنعرفها فعل أمر مبني على حذف حرف العلمت ليه؟ لأن الفعل معتل الآخر أما الحال الأخيرة من حالات بناء فعل الأمر يبنى فعل الأمر على حذف النون مباشرة لازم تحكيلي لأنه من الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال الخمسة زي كلمة أدرسا أدرسوا وادرسي هذولا أصلها إيش أفعال أمر أصلها من من درسوا يدرسون وتدرسون وأدرسي وتدرسي إلى آخرين فهذا اللي بنعرفهم فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة إذن هيك نحن بنكون تمينا إعراب الأفعال في حالاتها الثلاثة فعل الماضي والمضارع والأمر حكينا الفعل الماضي والفعل الأمر دائما مبنيات أما المضارع فائل في ثلاث حالات اللي هو حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجزم وحكينا فيهم كلهم هذول الحالات تتمنى أنك توقف الفيديو عليهم وتعيدهم أكثر من مرة وبيتمهل وبيتأني وتدرسهم وتحفظهم وتعرف كيف تتعامل معهم لأنه كل ما حكينا عنه في فيديوهات التأسيس اللي موجودة بين إيدينا والفيديوهات السابقة في غاية الأهمية صدقا يا حبيبي إذا ما اشتغلت على حالك بهاي الطريقة ما رح تعرف اتكمل أمورك بالقواعد بشكلها الصحيح ننتقل الآن لجزئية أخرى جزئية مهمة اللي هي نتحدث شوي عن فكرة اللزوم والتعدي في الأفعال سيئة جدا رح تمر معانا الفعل اللازم الفعل المتعدة الفعل اللازم والفعل المتعدة تعالوا نتعرف عليهم سريعا شو يعني فعل لازم وشو يعني فعل متعدة شو الفرق بيناتهم وكيف بدي أحددهم وكيف بدي أعرفهم الفعل اللازم يا جماعة ببساطة هو الفعل الذي يكتفي بفاعله يعني إذا كان عندك فعل وفاعله وما احتجت إلى وجود مفعول به لإتمام المعنى في الجملة الفعل اللي بين إيدينا يكون اسمه فعل لازم زي ما نحكي جملة مثلا أثمر الشجر لاحظ أنه الفعل أثمر هذا بنسميه فعل لازم ليه فعل لازم؟ لأنه اكتفى بالفاعل الشجر لإتمام المعنى مش بحاجة مفعول به ليتم المعنى فإذا تم المعنى بوجود الفعل والفاعل فبنسميه فعل لازم بنفس الطريقة ضحك الولد خلص جملة واضحة صريحة شفافة واضحة تمت المعنى مش بحاجة مفعول به إذن الفعل ضحك بنسميه فعل لازم أيضا جلس محمد جملة كاملة بإمكاني أضيف بعدها جار مجرور جلس محمد على الكرسي المهم الفعل اكتفى بوجود الفاعل لإعطاء معنى واضح بنسميه فعل لازم أما الفعل المتعدي يا جماعة لا الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بالفاعل لا يكتفي بالفاعل وإنما يتعدى هذا الفاعل لمفعول به واحد أو أكثر لغاية منه إتمام المعنى بالجلس فمرة ثانية الفعل المتعدي هو الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى مفعول به واحد أو أكثر لإتمام المعنى بالجلس عشان نميز الفعل المتعدي يعني الفعل اللازم أهم علامة من علاماته أنه يقبل اتصال الضمائر فيه وخصوصا ضمير الهاء فسأس بحسرح لك إياها لما نحكي مثلا رحم الله ونسكت تسترجم لناقصة رحم الله مين فأجدت كلمة خالدا اللي هي المفعول به لذلك يعتبر الفعل رحمة فعل متعدي ليه فعل متعدي؟ لأنه ما اكتفى بالفاعل لفظ الجلالة لإتمام المعنى وإنما كنا بحاجة إلى مفعول به لإتمام المعنى الفكرة من وجود أو اتصال الضمير الضمير الهاء بالأفعال عشان أعرف أنه لازم أو متعدي امسك الضمير وضيفه على الفعل من البداية لحالك بتميزه هو فعل لازم ولا متعدي يعني لما نيجي إلى فعل لازم زي الفعل ضحكة مثلا ضيف لآخر ضمير الهاء شو بصير الكلمة؟ بتصير ضحكه عمرنا حكيناها استخدمناها لا بما إنهم لم يقبل الضمير الهاء معناته هذا فعل لازم بينما فعل زي الرحيمة لما نضيف لآخره ضمير الهاء بتصير إيش الفعل؟ رحيمه عمرنا استخدمنا هذا الفعل؟ طبعا دائما نستخدمه قل رحمه الله إذا الفعل قبل دخول الهاء عليه معناته الفعل متعدي طريقة سريعة بسيطة لتنييز الفعل هل هو لازم أم متعدي؟ أيضا في جملة أعطى الغني الفقيرة مالا لو حكينا أعطى الغني وسكتنا أعطى مين؟ إيش؟ لازم يكون في عندي تمام للجملة للمعنى فالفعل أعطى هو فعل متعدي لأنه ما اكتفى بالفاعل لإتمام المعنى احتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر لإتمام المعنى الملاحظات اللي عندي هون سريعا حكينا أنه الفعل لمعرفته هل هو لازم أم متعدي؟ ببساطة بنضيف إلى آخره ضمير الهاء فإذا استقام المعنى فالفعل بدي يكون متعدي أما إذا لم يستقم فالفعل لازم يعني بدك تعرف أنه ضمير الهاء هو ضمير المفعول به ضمير الهاء اللي ضفته أنا هو عبارة عن ضمير المفعول به لما نيجي للضمائر حتى تستوعب علي أكثر شبح سؤال سريع ميز للفعل هل هو لازم أم متعدي؟ في عندي أكثر من طريقة أني باجي بمسك الكلمة وبضيف لها جملة كاملة بشوفها الاستقام المعنى مع الفاعل وبوقف وكتمل المعنى بده تكون لازم ما استقام معناته بدي مفعول به فبصير متعدي أو بتيجي للطريقة البسيطة بتضيف بس الضمير الهاء يعني قتل بنقدر نحكي قتله نعم إذا هذا فعل متعدي شربه بنقدر نحكي شربه نعم إذا هو فعل متعدي بها البساطة جلس جلسه ما بنستخدمها إذا هاي لازم بتقدر تحكي كمان جلس الطفل على السريق طفنة جر ومجرور معناته ما في عندي مفعول به ضحكة نقدر نحكي ضحكه طبعا لا إذا هذا الفعل فعل لازم وبتكمل مع بقية الأفعال بنفس الآلية بنفس الطريقة لا تخاف والله إنك مبدع وشاطر وأمور ومشاء الله عليك لكن بدك شوية متابعة على شوية تقفض على شوية تطبيق بتصير أمورك بإذن الله كاملة لازمة هيك بنكون إحنا كمان أتمينا فكرة اللازم والمتعدي خلينا ننتقل لفيديو آخر للحديث عن مجموعة أخرى من قواعد التأسيس نتابع مع بعض يا شباب فيديوهات التأسيس وخصوصا في آخر جزئية كنا نحكي فيها اللي هي فكرة إعراب الأفعال الآن بدنا ننتقل لجزئية أخرى اللي هي فكرة إعراب الفاعل إعراب الفاعل إحنا حكينا في الفيديوهات السابقة عن إعراب الإسم عن إعراب الفعل الآن بدنا ننتقل لإعراب الأفعال آسف إعراب الفاعل اللي هو بيجي بعد الفعل الآن ما هو الفاعل؟ وضح المقصود بالفاعل كيف أنا كطالب بدي أستطيع أحدد وأميز الفاعل في الجملة يا جماعة الفاعل هو عبارة عن اسم وهذا الاسم شرطه أنه يكون مرفوع إذن الفاعل هو عبارة عن اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل من يقوم بالفعل نسمي الفاعل إذن من قام بالفعل هو الفاعل فهو اسم مرفوع حكينا درس الطالب صرنا يعني يفترض فينا إحنا اتقدمنا خطوة أو خطوتين أو ثلاث درسها عبارة عن فعل ماضي مبني على الفتح من الذي درس؟ الطالب والطالب بنعرفها فاعل مرفوع بتضمي ليش بتضمي؟ لأنه اسم مفرد هذا أخذناها بالفيديو الأول إذا نسيت الموضوع إرجعنا الفيديو الأول إن شاء الله أنه بذكر قالت المعلمتان قال فعل فالمعلمتان فاعل فبنحكي عنها فاعل مرفوع بالألف ليه؟ لأنه مثن أبدع المهندسون أبدع فعل والمهندسون هو الفاعل لكن الفاعل هنا إيش حالته؟ جاء جميع مذكر سالم فبنحكي عنه فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم لاحظ يا حبيبي يا عزيزي إنه إحنا عمالنا بنعيد و بنزيد و بندور حوالي نفس الفلك فكل الإعراب متصل مع بعضه بطريقة أو بأخرى اللي بدي إياك تعرفه هي الصور اللي بيجي عليها الفاعل هذا اللي أنا بصراحة بهمني الصور التي يأتي عليها الفاعل كثيرة و متعددة أهمها حالتين الحال الأولى اللي بيكون الفاعل الطبيعي اللي هو الإسم الظاهر وأخذناه و حكينا عنه قلنا الإسم الظاهر يرفع بالضمة إذا كان إسم مفرد إذا كان إسم مثنى يرفع بالألف وإذا كان جمع يرفع بالواو زي الأمثل اللي حكيناها درست طالبه فاعل مرفوع بالضمة ليه لأنه إسم مفرد قالت المعلمتان أو قال المعلمان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى وأبدع المهندسون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم حكيناها وعدناها أكثر من مرة الحال الثانية يا حبيبي هي اللي بدنا ندير بالنا عليها إنه يكون الفاعل ضمير متصل ركزوا معاي فيها شوي لأنها مهمة جدا من الحالات اللي بيجي عليها الفاعل إنه يكون ضمير متصل ضمير متصل مع مين متصل؟ متصل مع الفعل الآن بدي إياك تعرفوا الضمائر المتصلة أنواحها كثيرة متعددة عشان نميزها ونعرف كيف نميزها في عندي مجموعة ضمائر خاصة وين ما شفناها متصلة مع الفعل دائما بتكون هي ضمير الفاعل شو هي هاي الضمائر؟ ضمائر الفاعل يعني ضمير الفاعل هي مجموعة الضمائر التالية اللي هم التاء المتحركة التاء والتو والتي واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة ونون النسوة هذول الضمائر وين ما شفناهم متصلين بآخر الفعل مباشرة لهم إعراب واحد وبنحكي عنهم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يعني لما أجي أحكي لك درست الدرسة درستو درسو تدروسينا لاحظ اتصل بالفعل إيش؟ ضمائر متصلة هذول الضمائر الثلاثة اسمهم ضمائر مين؟ ضمائر الفاعل طيب شو بعربهم؟ كلهم بعربهم نفس الإعراب بحكي عنهم ضمير متصل مبني في محل سوء. رفع فاعل طيب يا أستاذ أنا شو عرفني أنه هذول الضمائر ضمائر فاعل؟ هذول الضمائر يا حبيبي بدي أحفظهم التاء المتحركة واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة اللي هياء ونون ونون النسوة وين ما شفتهم اسمهم ضمائر الفاعل فبعربهم ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل أما الحال الأولى اللي بكون الفاعل اسم ظاهر اللي هو بدي يكون إما اسم مفرد وإما اسم مثنى وإما اسم جمع هذول هم الصور الفاعل اللي بهموك واللي لازم تحفظهم وتفهمهم الفاعل إما اسم ظاهر وإما ضمير متصل نيجي لأ المفرول به برضو بنا نتعامل معه بنفس الطريقة ونشوف تعريفه والصور والحالات اللي بيجي عليها وكيفية إعرابه في كل واحدة موضوع يا جماعة والله إنه سهل والله إنه سهل المفعول به شو هو المفعول به لازم تعرف إنه المفعول به هو عبارة عن اسم منصوب وهذا الاسم يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل يعني بنحكي قرأ الطالب والدرسة قرأ الفعل الفاعل اللي قام بفعل القراءة اللي هو الطالب الدرسة وقع عليها فعل الفاعل من اللي قرأ الدرس اللي هو الطالب فالدرس هو المفعول به زي ما نحكي درس الطالب والدرسة درسة عبارة عن فعل الطالب هو اللي قام بفعل الدراسة فهو الفاعل والدرسة هو المفعول به نفس الشيء رحم الله المؤمنين لاحظ إنه مفعول به رحم فعل نفض الجلالة الله هو الفاعل والمؤمنين هو المفعول به لكنه جاء هنا بصيغة الجمع عشان يكبثنا له يا أون من صور المفعول به أيضا إنه بدي يجي المفعول به اسم ظاهر اسم ظاهر طبعا الاسم الظاهر بيقيله ثلاث حالات إذا كان مفرد بده يكون منصوب بالفتحة إذا كان مثنى نتذكر بده ينصب بالياء وإذا كان جمع مذكر سالم بدي أيضا أنصبه بالياء زي ما أحكي درسة الطالب الدرسة شو بنعرف كلمة الدرسة؟ الدرسة مباشرة نحكي عنها مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ليش بالفتحة يا حبيبي؟ لأنه اسم مفرد الدرس اسم واحد رحم الله المؤمنين لاحظ أنه كلمة المؤمنين عبارة عن جمع فبعربها عبارة عن مفعول به منصوب لكنه بالياء ليه بالياء؟ لأنه جمع مذكر سالم الحالة الثانية مهمة جدا الحالة الثانية أو الصورة الثانية من صور المفعول به اللي هو بيجي أيضا زي فكرة الفاعل بيجي عبارة عن ضمير متصل طيب أستاذي ممكن هون أنا أخربط؟ لا ليش؟ لأنه ضمير المفعول به ضمائر المفعول به هي ضمائر ثلاثة بدك تحفظها الهاء والياء بس بشرط يسبقها النون بنسميها نون الوقاية وضمير الكاف ضمير الهاء والياء والكاف إذا اتصلت بآخر الأفعال دائما بتكون هي ضمير المفعول به هدولا الثلاثة ضمائر الهاء والياء بس بشرط تكون مسبوقة بنون وضمير الياء بكونوا ضمائر المفعول به زي جملة رحمه الله تعالوا نحلل الجملة دائما لما يكون عندي جملة حاول تحللها رحمة أي عبارة عن فعل لاحظ شو اتصل بالفعل هون اتصل عندي ضمير الهاء شو اتصل هون اتصل عندي ضمير الكاف طيب بقدر أعربهم ضمير متصل في محل رفع فاعل نحن اتفقنا أنه في ضمائر خاصة للفاعل في ضمائر خاصة للمفعول به بدي أحفظهم الهاء والكاف من جماعة مين من جماعة المفعول به فشو بعربهم بعربهم إعراب ثابت ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فإذا ما طلب منه إعراب الضمير الهاء بحكي عنه ضمير متصل مبني في محل نصب المفعول به نفس الشيء الضمير الكامل الضمائر مهمة جدا يا شباب طيب لو جيت سألتك لفظ الجلالة الله هون شو بعربه هون عبارة عن فاعل مؤخر عبارة عن فاعل مؤخر لأنه في عنا قاعدة بتحكي إذا كان الفاعل اسم ظاهر والمفعول به الضمير متصل يجب أن يتقدم المفعول به على الفاعل فهنا الضمير الكاف أو الضمير الهاء هي ضمير مفعول به ولفظ الجلالة الله هو عبارة عن الفاعل المؤخر هاي الأشياء الأساسية هاي هي الأساسيات اللي بنتحدث عنها اللي يجب على كل طالب أنه يكون يعرفها يارف كيف يتعامل معها كيف يشتغل عليها هاي الأساسيات هي اللي راح تعينك وتساعدك على أنك تفوت على التوجيه بكل قوة بكل حماسة بكل ثقة أنه أنا والله قادر على تحصيل العلامة الكاملة خلينا مع بعض نتابع ما قدمنا من سلسلة فيديوهات تأسيسية نتابع بمستوى شوية أعلى أخذنا في الفيديوهات السابقة إعراب الاسم حديث كامل عن الاسم بعدها انتقلنا إلى مجموعة الأفعال وتحدثنا عنها بعدين تحدثنا عن الفاعل والمفعول به حكينا هدولا بشكل مع بعض اللي هو الفعل والفاعل والمفعول به مفهوم الجملة الاسمية لا لا أسف الجملة الفعلية الآن بدنا ننتقل لمفهوم الجملة الاسمية وحديث أكثر عن الجملة الاسمية وهي لازمة ومهمة جدا شو هي الجملة الاسمية؟ يا جماعة بمجرد أنك تسمع كلمة الجملة الاسمية مباشرة بده يخطر على بالي المبتدأ والخبر معناته الجملة الاسمية هي الجملة التي تتكون من المبتدأ والخبر أو بتقدر تحكي للجملة الاسمية هي الجملة التي نبتدأ فيها كلامنا باسم صحيح 100% بس خليها هذا المفهوم براسك كمان شوي بفيدنا أكثر الجملة الاسمية هي الجملة اللي بتتكون من مبتدأ ومن خبر تعالوا نتعرف على المبتدأ والخبر شو معناتهم؟ كيف نعربهم؟ كيف أتعامل معاهم؟ يلا نبدأ فيهم المبتدأ والخبر هم المكونان الأساسيان للجملة الاسمية الآن شو هو المبتدأ وشو هو الخبر؟ وكيف بتعامل معهم؟ وكيف بعربكم؟ المبتدأ يا جماعة الخير باختصار شديد جدا التعريف للمبتدأ هو الاسم الذي نبدأ فيه الكلام في الجملة أي جملة ابتدأت فيها كلامك باسم مباشرة هذا الاسم هو مبتدأ والقاعد اللي لازم يكون حافظينها وعارفينها إنه كل مبتدأ بحاجة خبر طيب شو هو الخبر يا أستاذي؟ الخبر هو ما يتمم المعنى في الجملة يعني اسمح لي أحكي لك هاي الفكرة إذا اعتبرت المبتدأ السؤال فالخبر هو جوابه بها المعنى المبتدأ اسم بابتدأ فيه كلامي الخبر ما يتمم هذا المعنى في الجملة زي ما أجي أحكي لك المعلم نشيط لاحظ معاي كلمة المعلم عبارة عن اسم ابتدأت فيها كلامي هايها اسم معرف بقل أنا تأكدت إنه هاي الكلمة اسم طيب هذا الاسم شو بعربه؟ هذا الاسم شو بعربه؟ اتفقنا إنه أي اسم نبدأ فيه كلامنا مباشرة بنحكي عنه مبتدأ وحكينا في فيديوهات سابقة إنه المبتدأ من الأسماء المرفوعة وبما إنه اسم مفرد فهو مرفوع بالضم الظاهرة إذن إعراب كلمة المعلم في جملة المعلم ونشيط مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة طيب المعلم شو ماله يا جماعة؟ نشيط لاحظ إنه هيك اكتمل المعنى إذا اكتمل المعنى معناته كلمة نشيط هي خبر والخبر أيضا من الأسماء المرفوعة بما إنه اسم مفرد فهو يرفع بالضم الظاهرة على آخره فبنعرف كلمة نشيط خبر مرفوع بالضم الظاهرة على آخره أما في جملة زي جملة المعلمان نشيطان أيضا المعلمان اسم ابتدأنا في كلامنا فهو مبتدأ والمبتدأ زي ما اتفقنا مرفوع لكن نتفرج على كلمة المعلمان المعلمان هون يا جماعة هي اسم مثنى معناته بدي يكون مرفوع بالألف لأنه مثنى أما كلمتنا شيطان فهي أيضا خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى إذن بدنا ندير بالنا إنه المبتدأ أو الخبر ممكن يكون اسم مفرد أو ممكن يكون مثنى وممكن يكون زي الحالة الثالثة اللي هو جمع مذكر المعلمون نشيطون لاحظ إنه هاي عبارة عن مبتدأ وخبر المعلمون عبارة عن مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وخبره اللي هو كلمة نشيطون عبارة عن خبر مرفوع بالواو أيضا لأنه جمع مذكر سالم هلتم لاحظين معي التكرار 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 اللي إحنا بنحكي فيه هذا هو الإعراب عبارة عن كلمات مصطلحات كلها في حالة رفع نصف جر كلها بتتحدث بنفس الموضوع فالموضوع ما بيخوف خلينا نكمل الجزئية الأخيرة الفكرة الأخيرة اللي لازم نعرفها أنه خبر المبتدأ فيه له صور الصور اللي بيجي عليها خبر المبتدأ صور الخبر عبارة عن أربع صور الصورة الأولى اللي بيجي فيها الخبر اسم ظاهر أو بنسميه اسم مفرد المقصود بكلمة اسم ظاهر أو اسم مفرد المفرد هون لا يعني الإفراد أنه يعني كلمة واحدة ممكن تكون اسم مفرد ممكن تكون مثنى وممكن تكون الجمع زي ما تعلمنا زي ما حكينا هاي الحالات الثلاثة بنسميها اسم ظاهر زي جملة المواطنون متعاونون المواطنون مبتدأ إذن متعاونون عبارة عن خبر والخبر هاد جمع مذكر سالم فبنحكي فيه أراب متعاونون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم من الصورة الصورة الأخرى أو الصورة الثانية للخبر الخبر بدي يكون عندي عبارة عن إيش؟ عبارة عن جملة فعلية أيوة شو يعني جملة فعلية؟ حكناها وأخذناها الجملة الفعلية يعني الخبر بدي يكون جملة فعلية يعني بعد المبتدأ كلمة الشاعر في جملة الشاعر ينظم الحياة شعرا لاحظ أنه ابتدأنا كلامنا بإيش؟ بفعل بما أنه ابتدأت كلامي بفعل معناته هاي الجملة اسمها جملة فعلية طيب كيف بعرفها؟ باجي بحكي الجملة الفعلية اللي هي جملة الفعل والفاعل والمفعول به الجملة الفعلية في محل رفع خبر مرة ثانية إحنا بمجرد أن نحدد المبتدأ المبتدأ إجباري بده خبر طيب وين الخبر؟ إيش اللي تمم المعنى في الجملة اللي هي هاي الجملة اللي هي ينظم الحياة شعرا لاحظ أنه ينظم هي عبارة عن فعل والفاعل اللي هو ضمير مستطر البعود على الشاعر أما الحياة هي المفعول به طيلاحظ أنه أنا صار عندي جملة فعلية هاي الجملة الفعلية قامت مقام الخبر فبنحكي عنها جملة فعلية في محل رفع الخبر أيضا من الصور اللي ممكن ييجي عليها الخبر ممكن ييجي الخبر جملة لكنها جملة اسمية تذكر معاي أول جزء اللي حكيناها بالفيديو لما نسمع كلمة جملة اسمية شو يعني؟ يعني أنا بتحدث عن المبتدأ والخبر فمن صور الخبر أنه يكون عبارة عن جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر كيف؟ لما أجي أحكي لك البتراء زوارها كثيرون تعالي نحدد الجملة المبتدأ في كلمة البتراء هاي عبارة عن مبتدأ خلصنا منه طيب المبتدأ شو بده؟ بده خبر وين الخبر؟ هل بقدر أحكي البتراء زوارها وأسكت؟ ما أعطتني معنى تام هل بقدر أحكي البتراء كثيرون؟ برضو ما أعطتني تام طيب البتراء شو ما لها؟ البتراء زوارها كثيرون لاحظ أنه كلمة زوار عبارة عن مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على آخره طبعا وهو مضاف والهاء مضاف إليه وكثيرون هي عبارة عن خبر والمبتدأ والخبر اتفقنا شو بيشكلوني؟ بيشكلوني جملة اسمية فبنحكي والجملة الإسمية في محل لهو الرفع الخبر فمن صور الخبر زي ما اتفقنا أنه بيجي الخبر عبارة عن جملة اسمية أما الحالة الرابعة والأخيرة لصور الخبر أنه الخبر بيجي عندي ما يسمى بشبه الجملة شو يعني شبه الجملة؟ معلومة بسيطة شبه الجملة بنقسم لقسمين إما شبه جملة بنسميها شبه الجملة الظرفية أو الجار والمجرور شو يعني ظرفية وشو يعني جار ومجرور؟ الظرفية يعني هتكون شبه الجملة عبارة عن ظرف إما زمان أو مكان وبعديها مضاف إليه مع بعض بنسميهم شبه جملة ظرفية أما الجار والمجرور بدي يكون عندي حر جر وبعديها اسم مجرور بيكونوا هذول الاثنين مع بعض بنسميهم أيضا شبه جملة نخذلنا مثال عشان نفهم شو حكينا عذرا العلم فوق هاماتنا لاحظ أنه كلمة العلم هي عبارة عن مبتدأ العلم شو ما له كلياته فوق هاماتنا فهي عبارة عن ظرف اللي هي فوقه وهاماتنا مضاف إليه فبنسميها شبه جملة بنفس الطريقة الوطن في عيوننا الوطن عبارة عن اسم ابتدأنا فيه كلام فهو مبتدأ الوطن شو ما له ايش اللي بتمم المعنى كامل الجملة اللي هي في عيوننا نلاحظ أنه فيه عبارة عن حرف جر وعيوننا اسم مجرور مع بعضهم شو بشكلولي شبه جملة فبني جيب نحكي شبه الجملة شبه الجملة في محل اللي هو رفع الخبر هدولا هم الصور اللي ممكن يجي عليهم الخبر في الجملة الفيديو هاد حكينا فيه عن الحالات اللي بيجي فيها صور الخبر وما قبلها تحدثنا عن مفهوم المبتدأ ومفهوم الخبر وحكينا في إعراب الخبر واعراب المبتدأ والصور اللي بيجي عليها كل من المبتدأ والخبر اللي هي الحالات الأربعة المهمة جدا اللي هي الاسم الظاهر والجملة الفعلية والجملة الإسمية وشبه الجملة وبحديثنا عن الجملة الإسمية لابد إلنا من إلنا نكمل هاي القاعدة ونربطها مع القاعدة الثانية اللي هي بنسميها الحروف الناسخة أو اختصارا إنا وآخواتها شو المقصود بالحروف الناسخة؟ شو هم إنا وأخواتها؟ شو بيعملوا؟ شو بيساووا؟ شو بنعربهم؟ كيف بنتعامل معهم؟ يلا نبدأ فيها الحروف الناسخة يا جماعة أو اللي إحنا بنسميها إنا وأخواتها لازم بداية أعرف شو هي إنا وأخواتها عبارة عن حروف مجموعة حروف ستة لازم أكون أعرفهم الحرف الأول هو إنا والثاني أن والثالث كأن وعندي الحرف لكن وليت ولعل هذا الحروف لازم أحفظهم لأنه إذا ما أحفظهم ما رح عارف أتعامل معهم وأعرف إنهم عبارة عن إنا وأخواتها إنا وأخواتها عبارة عن حروف اللي هم إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل كل حرف من هاي الحروف فيه إلو معنى إن تفيد ما يسمى بالتوكيد هي مع أن أما كأن حرف بنستخدمه للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجيه بعرب الحروف الناسخة على إنها حروف نصب ويعني إنه وأخواتها كلهم بعربهم حرف نصب نصب والمعنى اللي بيفيده إذا كان عندي بالجملة إنه وأنا بحكي حرف نصب يفيد التوكيد كان عندي كأن حرف نصب يفيد التشبيه وهكذا إلى آخر الحروف شو هو عمل إنه وأخواتها؟ لازم نعرف إنه إنه وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية إنه وأخواتها بتدخل على مين؟ على الجملة الإسمية شو هي الجملة الإسمية؟ الجملة اللي بتتكون من مبتدأ وخبر لكن بتعمل عليها شوية تغييرات شو هم التغييرات؟ تقوم بنصب المبتدأ وبيصير اسمه اسم الحرف يعني اسم إنه وترفع الخبر وبيصير اسمه خبر إذن إنه وأخواتها عبارة عن حروف ناسخة يعني لاغية يعني تغير بتشكيلة الجملة الإسمية بدل ما كان المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع بده يصير عندي إيش؟ اسم وخبر لإنه اسم إنه دائما منصوب وخبر إنه دائما مرفوع ببطل عندي مبتدأ وبيبطل عندي خبر بيصير عندي اسم إنه وبيصير عندي خبر إنه خلينا الآن حكينا إنه وأخواتها بتدخل على الجملة الإسمية وبتعمل على تغيير المبتدأ والخبر ببطل عندي لا مبتدأ ولا خبر بيصير عندي اسم إنه المنصوب وخبر إنه المرفوع شكل جملة إنه وأخواتها بدي يكون بهذا الشكل بدي يكون عندي إن أو أي حرف من الحروف الناسخة من أخواتها مباشرة بعديها بدي يكون عندي اسمها وشرطه إنه يكون منصوب بعديها بدي يكون عندي خبرها وشرطه إنه يكون مرفوع فالرجولي على هالمثال لما نحكي إن البحر هادئ إن البحر هادئ تعالوا نحلل هاي الجملة إنه عبارة عن حرف توكيد ونصب أو حرف نصب يفيد التوكيد كلنا من الأشياء اللي بدنا نحفظها الآن لاحظ معي إيجي عندي بعديها اسم مرفوع فهذا مباشرة بدي يكون اسم إنه لأنه قلنا اسم إنه منصوب أنا حكيت مرفوع صح أنا آسف اسم إنه منصوب بالفتحة ليش منصوب بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد طيب لو كانت البحران عادي جدا بقول اسم إنه منصوب بالياء مرة ثانية أنا آسف البحرين طيب هادئ هادئ هاي عبارة عن خبر إنه مرفوع بالضمة خبر إنه مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد عادي عادي حتى إحنا للأساذة ممكن إنه الخربط ما في أي مشكلة إذن إنه عبارة عن حرف توكيد ونصب ما بعدها هو اسم إنه المنصوب بالفتحة وما بعدها تم المعنى لو كلمة هادئ إن البحر شماله هادئ فهي خبر إنه المرفوع بأب أيضا إنه وأخواتها جملة إنه وأخواتها أيضا تدخل يعني فكرتها زي فكرة خبر المبتدأ العادي بمعنى صور خبر إنه وأخواتها الخبر دائما هو اللي بعمل لنا الدوشة خبر إنه خبر إنه خبر إنه فيه إلو صور أيضا يأتي على صورة الاسم الظاهر والجملة الفعلية والجملة الإسمية وشبه الجملة لأنه أنا كأني بتحدث عن الخبر العادي اللي هو صور خبر المبتدأ لأنه أصلا إنه وأخواتها دخلت على جملة الإسمية على المبتدأ والخبر أكيد غيرت فيها مثلا من حالات الخبر إنه بيجي اسم ظاهر زي جملة إن المواطنة متعاون تعالوا نحدد الخبر لو كلمة متعاون خبر إنه مرفوع بالضمة خبر إنه مرفوع بالضمة خبر عادي لأنه إنه حرف التوكيد والنصب والمواطن اسم إنه منصوب بالفتحة فمتعاون ده تكون الخبر المرفوع من صور الخبر أيضا إنه بدي يجي عندي الخبر عبارة عن جملة فعلية حكينا شو يعني الجملة الفعلية الجملة الفعلية يعني بدي يكون عندي فعل وفاعل وممكن يكون عندي مفعول به لكنه مش مكون أساسي من مكونات الجملة فطلع عندي هنا ليتا عبارة عن حرف الناسخ الشاعرة اسم ليتا منصوب طيب وين الخبر لاحظ أنه الخبر هو كل الجملة الفعلية ينظم الحياة شعراً ليتا الشاعرة ينظم الحياة شعراً فهونا عندي الخبر عبارة عن جملة فعلية فحكي جملة فعلية في محل رفع خبر إما أيضا من صوره ممكن يجيني جملة اسمية واتفقنا الجملة الاسمية الجملة اللي بتكون من المبتدأ والخبر يعني لعل الحرف الناسخ البتراء اسم لعل شمال البتراء زوارها كثيرون فجملة زوارها كثيرون كاملة هي عبارة عن جملة اسمية في محل رفع خبر لعل أيضا من الصور هو أنه ممكن يجيني الخبر عبارة عن شبه جملة زي ما نحكي كأن العلم فوق هاماتنا كأن حرف ناسخ العلم اللي هو اسم كأنه منصوب بالفتحة وفوق هاماتنا عبارة عن شبه جملة ظرفية في محل رفع خبر كأنه والمثال الأخير منحكي أن المواطنة أو أن الوطنة في عيوننا الوطن اسم إنا وفي عيوننا هاي عبارة عن شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر أو الحرف الناسخي بين أدينا آخر معلومة سريعة بتخص الضمائر أن الضمير المتصل بالحروف الناسخة حروف الناسخة إنه أخواتها إذا اتصل فيها ضمير هذا الضمير بعربه ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها كمثال لما أجي أحكي لك إنه خلوق إنه خلوق هاي إن الحرف الناسخ حرف توكيد ونصب وين اسمها يا جماعة اسمها اللي هو الضمير المتصل فأي ضمير متصل بإنه أخواتها هو عبارة عن ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها وكلمة خلوق هي الخبر أيضا لما أجي أحكي لك كأنك أسد لاحظ إنه كأنه هي الحرف الناسخ الضمير الكاف هو ضمير متصل مبني في محل نصب اسم كأنه وأسد هي الخبر أيضا في جملة لعلنا ننجح أو لعلك تنجح بغض النظر لعل حرف الناسخ اتصل فيها ضمير فهو ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها وما بعدها هو الخبر بهذا الشكل بهاي الطريقة بدي أعرف التعامل مع هاي الأساسيات هاي جماعة كلها أساسيات إحنا بنكون ماخدينها بصف 9 بصف 10 أساسيات للتعامل مع الماد ننتقل يا جماعة على الأفعال الناسخة ما يسمى به الأفعال الناسخة الأفعال الناسخة أو الأفعال الناقصة اللي احنا بنعرفها باسم كان وأخواتها طبعا هنا بنعدلها اللي هي كان وأخوات شو هم كان وأخواتها عبارة عن مجموعة أفعال اللي هم عبارة عن كان وأصبح وأضحى أمسى وظل وبات صار هذولا أشهر الأفعال الناسخة بعدين بيجي عندي المجموعة الثانية اللي هي ما فتئة وما برحة ومن فكة وما دامة وما زالة هذولا بنسميهم الأفعال الناقصة أو الأفعال الناسخة اللي هم باختصار كان وأخواتها وأخواتها طبعا كانوا أخواتها جميعهم بنعرفهم نفس الإعراب بنحكي عنهم فعل ماضي ناقص لأنه بنسميهم الأفعال الناقصة أو الأفعال الناسخة فعل ماضي ناقص مبني على الفتح فعل ماضي ناقص أو ناسخ مبني على الفتح لاحظ كان أصبح أضحى طبعا ما بقدر أحكي عنها ظل بات لأنه ذولا عليهم يعني آخرهم ألف الفتحة مقدرة بات إلى آخرهما فتئة صار ما زال من فك لازم يكون مبني على الفتح طبعا كانوا أخواتها يا جماعة تدخل كانوا أخواتها على مين على الجملة الإسمية اللي هي إيش المبتدأ والخبر طيب شو بتساوي لي كانوا وأخواتها بالجملة الإسمية تعمل عكس عمل إنا وأخواتها يعني بدها ترفع اللي كان مبتدأ وبصير اسمه اسمها وبتنصب الخبر وبصير اسمه خبرها يعني باختصار عكس عمل إنا وأخواتها شوفوا لي هاي الجملة أو شوفوا لي هذا الشكل العام لجملة كانوا وأخواتها جملة كانة وأخواتها يا جماعة إجباري هيك بدي يكون شكلها بعد الفعل الناسخ كانة أو أي واحدة من أخواتها بدي يكون عندي اسم مرفوع وبعديها بدي يكون خبر منصوب لما نحكي مثلا كان البحر هادئا كانة عبارة عن فعل الناسخ مبني على الفتح البحر عبارة عن اسم كان مرفوع بالضمة وهادئا عبارة عن خبر كان منصوب بالفتحة كان في الماضي ناسخ البحر اسم كان مرفوع بالضمة وهادئا خبر كان لكنه منصوب بالفتحة اسم كان مرفوع وخبرها منصوب أما إنه بالعكس اسمها منصوب وخبرها المرفوع ندير بالنا أيضا كانوا أخواتها خبرها في إلو مجموعة صور لازم نعرفهم لهم نفس خبر إلو أخواتها ونفس خبر المبتدأ الأصل اللي كنا بنحكي عنه فصور خبر كانوا أخواتها نفس الشيء نفس الحالات نفس الفكرة بدي يكون عبارة عن اسم ظاهر وجملة فعلية وأخرى اسمية وشبه جملة بالنسبة للخبر الظاهر بنحكي أصبح المواطن متعاونا أصبح المواطن متعاونا على الخير الجملة الفعلية كان الشاعر إيش ينظم الحياة شعرا أيضا عبارة عن جملة فعلية في محل اللي هي نصب خبر الحرف الناسخ اللي عندي لهو كان الجملة الإسمية يعني بدها تتكون من الممتدأ وخبر الخبر بدي يكون عبارة عن جملة إسمية أصبحت البتراء زوارها كثيرون أصبح الفعل البتراء اسم أصبح زوارها كثيرون عبارة عن جملة إسمية في محل اللي هو رفع في محل نصب خبر كان ونفس الشيء ممكن أن تجيني خبر كان وأخواتها شبه جملة زي ما نحكي أضحى العلم فوق هاماتنا فوق هاماتنا عبارة عن شبه جملة أمس الوطن في عيوننا أيضا شبه جملة سواء كانت ظرفية أو جار ومجرور هي عبارة عن خبر للحرف الناسخ زي ما حكينا ممكن تكون أيضا خبر للفعل الناسخ أو للحرف الناسخ أو حتى للمبتدأ العادي فزي ما حكينا بأكتر من مرة أنه كل القواعد عبارة عن تكرار 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 بنأخذ إحنا القاعدة الأساس الجملة الإسمية بعدين بنأخذ متفرقاتها الحروف الناسخة والأفعال الناسخة ما ينطبق على الجملة الإسمية ينطبق على نواسخها سواء إنه أخواتها أو كانوا أخواتها لأنه هذولا الجزئيتين إنه أخواتها وكانوا أخواتها بيدخلوا على الجملة الإسمية فبدي أتعامل معهم نفس معاملة الجملة الإسمية أعتقد اليوم بكفة الشيء اللي أخذناه الله يربي يعطيكم العافية وموفقين يا شبه موسيقى